اهلا بيكو احمد باهر معاكم النهاردة حنكمل سلسلة اجابة على سؤال كل اللي عليك ان انت بتسأل سؤال في كومنت اوفط عليك على اي فيديو من الفيديوهات المنشورة على القناة هنحاول نجهز فيديو بسيط ومختصر ونرد على حضرتك بحيث نقدر ان احنا نفيدك وكمان نفيد باقي المتابعين جلنا سؤال مهم جدا عن السمك هل ينفع اكل الكلب بتاعي سمك هل السمك مفيد هل فيه اضرار ولو مفيد ازاي اقدمه للكلب هنرد على التساؤل ده بشكل علمي وموسط في اربع محاور اساسية المحور الاولاني هل السمك امن للكلب ولا لا المحور التاني فوائد السمك والمحور التالت ما هي اضرار السمك والمحور الرابع لو السمك فعليا مفيد ازاي اقدمه للكلب السؤال الاولاني او المحور الاولاني هل السمك امن للكلب نعم السمك آمن وصحي ومفيد جداً للكلاب وده نظراً لاحتواءه على العديد من الفيتامينز الفيتامينات والعناصر الغذائية وطبعاً الأوميجا سري والأوميجا سيكس ولكن بمعايير محددة السؤال الثاني ما هي فوائد السمك فوائد السمك بالنسبة للكلب تغذية الشعر الشعر بتاع الكلب من أحدى طبعاً الحاجات اللي موجودة فيه فمحتاجة انها تاخد فوائد وفيتامينات وأملاح ومعادن عشان الشعر داي بقى جميل وزاهي زي ما بنقول فنظراً لاحتواء السمك على عنصر الأوميجا سري والأوميجا سيكس والعديد من الزيوت الصحية فبالتالي بيأثر بيه الإجابة على شكل ومظهر ولا معان شعر الكلب النقطة اللي بعد كده انه هو بيقلل من ترسيب الدهون في جسم الكلب فبالتالي بيقلل من مشاكل الأمراض القلبية ومشاكل انسداد الأوعية الدموية عند الكلب هتقول لي هو الكلب بيجيله مشاكل في القلب الكلب زي الإنسان بالضبط ممكن يجيله انسداد في الشرايين أو الأوعية الدموية وكمان ممكن يجيله أمراض قلب زي الإنسان بالضبط كمان السمك بيزيد من مناعة الكلب وبيزود فرصة الكلب في النجاة من إصابته من الأمراض والفيروسات والبكتيريا المنتشرة طبعا دلوقتي أو في عصرنا بشكل كبير جدا ونتيجة اختلاط الكلب به يعني كلاب تانية ممكن تكون مصابة بأمراض فبالتالي محتاج ان العناصر الغذائية اللي الكلب بيحصر عليها من الغذاء تكون قوية جدا وتقدر انها تعزز الجهاز المناعي النقطة لبعد كده انها أكلة السمك أو وجبة السمك بتزيد من الطاقة بتاعت الكلب الانرجي بتاع الكلب وكمان بتزود النشاط بتاعه يعني هتلاقي ان الديلي روتين بتاعه أو حركته اليومية ونظامه اليومي بقى فيه حيوية ونشاط فلو الكلب بتاعك حاسس انه هو كسلان حاسس انه هو يعني بعافية شوية فانت محتاج ان انت تعدل النظام الغذائي وما فيش ما يمنع ان انت تدخل الاسماك بالطريقة اللي احنا هنقول عليها كمان من فوائد السمك للكلاب هي تقوية الزاكرة وحاجة بنسميها المواطن العصبية داخل المخ فبالتالي بتزيد من نسبة استيعاب الكلب بتزود ردود افعاله بتحسن استقباله للتدريب وسرعة التدريب بتاعه هتلاقيه انها تبقى احسن حتى الوردرز اللي هو بيتعلمها هتلاقي ان الزاكرة بتاعته بقت اقوى بقت اقوى في الاحتفاظ بالاوامر والكفاءة في تنفيذ الاوامر وكمان من اهم فوائد السمك انها بتساعد على امتصاص الفيتامينز اللي موجودة في باقي العناصر الغذائية او في باقي الوجبات اللي انت هتديها للكلب ومن اهم برضو فوائد السمك للكلب هي تقوية العظام والمفاصل وكمان بتساعد على ان الكلب ما يجلوش سمنة او ما يجلوش تخمة نتيجة لوجود عنصر الفوسفور في وجبة السمك دي فوائد السمك اما بالنسبة للاضرار اي حاجة لها فوائد وليها اضرار يعني زي ما المسأل الشعب يقول اي حاجة بتزيد عن حدها فبتتقلب للضد فمن المفترض ان انا ما ببديش كميات كبيرة من وجبة السمك او من الكمية بتاعت السمك للكلب لان بيبقى لها اثار جانبية نتيجة زيادة الجرعة طيب ايه هي الاضرار الاضرار ممكن بتنشع عن حالات تسمم في حالات اعطاء وجبة السمك غير طازج زي البني ادم بالضبط اما بحب اكل سمك بروح اجيب سمك فرش ماينفعش ان انا اروح اكل سمك بيت او سمك مخزن واكله فيجيلي مشكلة صحية واقول هي المشكلة في السمك لا هي المشكلة فيه اختيار النوع ويعني المكان اللي انت بتشتري منه السمك النوع البعد كده او نقطة البعد كده ان السمك من الوجبات اللي مش هينفع تديها رو او تديها غير مسواء للكلب لانها ممكن تتسبب له فيه مشاكل هضمية كبيرة جدا وكمان لو السمك ده فيه الاشواك ممكن انها تتسبب فيه تجريح جدار المعدة او ممكن تتسبب فيه مشاكل او فيه اختناقات بالنسبة للكلب فبالنسبة لاضرار السمك هي مش اضرار كتير او مقابلة للفوايد طبعا الفوايد اكتر بكتير ولكن نخلي بالنا ان السمك يكون فرش طازج ومهم جدا ان اشيل الشوك من السمك اما بالنسبة للمحور الرابع وهو المحور الاهم وهو عدد الوجبات اللي بتحتوي على الاسماك اللي المفترض بديها للكلب بتاعي وكمان نوع الاسماك اللي هاعتمد عليها وطريقة اعداد وجبة السمك اول حاجة عدد الوجبات فهنعتمد على وجبة واحدة اسبوعين او وجبتين بحد اقصى يعني مش هينفع تدخل السمك بشكل يومي في الديلي دايت بتاع الكلب هتديله وجبة واحدة او وجبتين بس في الاسبوع اما بالنسبة لنوع الاسماك فهنعتمد على سمك التونة الفرش وليس التونة المعلب وهنعتمد كمان على سمك السلمون اما بالنسبة لطريقة الاعداد هتجيب السمك هتتأكد من خلوه تماما من الاشواك هتحطه على نار هادية يعني تشوح السمك على نار هادية بدون اضافة اي توابل او اضافة اي بوهرات وتقدمها للكلب بتاعك ويستحسن عدم خلط الاسماك باي نوع من انواع البروتينات الاخرى او اي نوع من انواع الكاربوهايدريتس عشان يبقى الاستفادة قصوى من فوائد وفيتامينات السمك زي ما اتفقنا اسأل واحنا هنرد عليك في اصل عوقت ممكن اكتب سؤالك دلوقتي في كومنت وهنرد عليك بفيديو مفيد ومختصر باذن الله كان معاكم النهاردة احمد باهر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة